قلت له أبو حسن قلت له نعم قلت له الله يبارك في أبو اسمعيد جرمى أول من لماتت زوجته بنى لها مسجد على روحها قلت له ما له يا أمو فلا الأرض جهزة والتصميم جهز أنت اللي مأخرانا سبحان الله يلا 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 تأخير عندي كنتي مش عندانا أنت تتوكل بس على الله هل هذه أخلاق؟ هل هذه أخلاق؟ محان الله إخوانا دعوني في مؤتمر من أسبوعين على الملكية الفكرية يمكن منهم حاضرين فقلت له والله ملكية الفكرية دي أو يعني أذكر واحد محترم حافظ على الملكية الفكرية بس إيه؟ بعد أن مات وهو ينازع زوجته محبله مسجد وأبو فلان الله يعطيه الصحة ويبارك لنا فيه إذا شوفه أمان عليك إذا موت تزوجه الحج إبراهيم ابن خال بعد إنقضاء العيد ليه؟ قال أنا مرة اختراعت اختراع وليسة رايح أسجل الملكية الفكرية بتاعته سرقوا مني وأنا عايز أنتقم منه بعد الموت يبازوش تتعاملوا إزاي؟ أو رغم ذلك أنت مكلم بحسن رعايتك لها وبشرح صدرك ده ترجمة نانسي قنقر